موسيقى بالنسبة للمستويات المتوسطة فانت مهم جدا بالنسبة لك تاخذ مصطلحات جديدة وتتعلم كيف توقف عند النقطة والفاصلة وأحيانا لما يكون في جمل طويلة بالنسبة للمستويات المتقدمة في سكل مهمة جدا بالنسبة لك وهي مهارة التنفس بدك تشوف كيف بدك تتنفس وأيضا بدك تعمل تون نغمة وانت بتقرأ هذا التمرين تتعلم منه تتطور مهارة الاستماع القراءة كلمات ترجمة مصطلحات جديدة إذن هو تمرين رائع جدا لجميع المستويات أنا رح أقرأ الفقرة ثلاث مرات المرة الأولى بشكل مبتدئ للمبتدئين ونترجم كل الكلمات والمرة الثانية للمستوى المتوسط والمرة الثالثة للمستوى المتقدم بتون وبأكسنت خوية نركز مع بعض رح حاول نمشي المايك على وين ما بحط إيدي نبدأ بسم الله The title of our story today It's a short story actually and the title is The devoted mother Devoted mother الأم اللي ضحّت Mother أم Devoted يعني ضحّت من أجل الأم الأضحية مثلا نكمل A mother duck حاول أمشي الماوس وين بقرة A mother duck and her little ducklings were on their way to a lake one day A mother duck يعني بطة البطة الأم كانت وهي وصغارها ducklings اللي هم صغار البط little صغار were on their way كانوا في طريقهم إلى بحيرة في أحد الأيام The ducklings were very happy following their mother and quack quacking along the way The ducklings يعني صغار البط كانوا ساعدين جدا وهم عم يتبعوا أمهم البطة وهم بيطلعوا صوت quack quack along the way طوال الطريق All of a sudden فجأة all of a sudden the mother duck saw a fox at a distance الأم البطة الأم شافت أيش ثعلب من مسافة she was frightened كانت مرعوبة and shouted وصرخت children hurry to the lake there is a fox أطفالي hey الصغار أسرعوا إلى البحيرة هناك ثعلب the ducklings hurried towards the lake الصغار البط أسرعوا hurried من فعل hurry towards باتجاه البحيرة the mother duck wondered what to do بعد ما قالت لهم هيك الأم الأم يعني تساءلت شو لازم تعمل الآن then بعد ذلك أداة ربط بين الجمل she began to walk back and forth began فعل الماضي past simple من الفعل begin يبدأ then بعد ذلك هي بدأت تمشي إلى إلى الأمام وإلى الخلف back and forth قدام وورا dragging one wing on the ground dragging يعني عم تشحط عم تجر one wing wing معناتها جناح on the ground على الأرض فهي بدأت تمشي لقدام وورا وبتشحط واحد من جناحاتها في الأرض عم بتجر when the fox saw her في past simple عندما رآها السعلب he became happy أصبح سعيدا he said to himself وقال لنفسه it seems she is مكتوب هون she's hot it seems that she's hurt and cannot fly يبدو إنها مصابة ولا تستطيع الطيران I can easily أستطيع بسهولة easily بسهولة من كلمة easy سهل I can easily catch and eat her بإمكاني بسهولة إني ألتقطها أصيدها وأكلها he ran towards her هو جرى باتجاهها ran الفعل التاني الفعل التاني من الفعل run يجري past simple the mother duck ran الأم البطة جريت leading the fox away from the lake ماخدة leading يقود قائدة الثعلب بعيدا عن البحيرة away بعيدا from the lake نقطة لازم أوقف the fox followed her الثعلب تبعها followed past simple من follow يتبع now he wouldn't be able to harm her ducklings الآن هو لا يستطيع ولن يكون قادرا على harm يؤذي her ducklings صغارها البط the mother duck looked towards her ducklings الأم البط نظرت باتجاه صغارها and saw that they had reached the lake وشافت إنهم قد وصلوا البحيرة she was relieved يعني إيش شعرت بالارتياح مأنت so she stopped she stopped and took a deep breath she stopped توقفت and took أخذت من الفعل الماضي من take a deep عميق breath وليس breathe breathe في آخرها e هي فعل بمعنى يتنفس ولكن هون بدون e في آخرها نلفظها breath بمعنى نفس the fox thought that she was tired and he became closer الثعلب ظن أنها متعبة وهو أصبح قريب منها أصبح أقرب عليها but the mother duck quickly spread her wings ولكن البط الأم سريعا quickly spread من فعل spread هي الفعل الماضي من spread يلفظ spread في الماضي ذا يريد يقرأ في الماضي read إذن هي فردت she spread فردت فردت أو نشرت her wings أجنحتها and rose up in the air rose up في الباست سيمبل من فعل rise يرتفع إذن هي فردت جناحينها وبدأت بالارتفاع في الهواء she landed in the middle of the lake landed يعني هبطت in the middle في وسط البحيرة and her ducklings swam to her وصغارها صغار البط swam الفعل الماضي present past simple means swim يعوم باتجاه إليها the fox stard in disbelief at the mother duck and her ducklings الثعلب stard بالفعل stair يحملق يبحلق in disbelief بنظرة أنه بدأ بدأ disbelief عدم إيمان مش مصدق النظرة لهم بنظرة أنه مش مصدق للأم البطة وصغارها the mother duck had tricked him cleverly البطة الأم had tricked tricked خدعته من الفعل trick cleverly بمهارة now he could not reach them because they were in the middle of the lake الآن now he couldn't reach them ما بيقدرش أنه يوصل لهم because لأنهم they were in the middle of the lake لأنهم صاروا في وسط البحيرة قصة رائعة جدا تعلمنا كل الكلمات إذا عندك كلمة مش فهمها بعتقد أني ترجمتها كلها حاولك تكتوب لها في التعليقات وحرد عليك الآن رح أقرأها بدون ترجمة بدي إياك هذه المستوى المتوسط اتركز وين بوقف لازم وقف عندي النقطة وعندي حرية الخيار عندي الفاصلة بسكتة قصيرة ركز معاك في بقرة The devoted mother A mother duck and her little ducklings were on their way to a lake one day نقطة وقفت The ducklings were very happy following their mother and quack quacking along the way All of a sudden the mother duck saw a fox at a distance She was frightened and shouted Children hurry to the lake there is a fox The ducklings hurried toward the lake The ducklings hurried toward the lake The mother duck wondered what to do Then she began to walk back and forth dragging one wing on the ground When the fox saw her he became happy He said to himself It seems she's hot It seems she's hot and cannot fly I can easily catch and eat her He ran towards her The mother duck ran leading the fox away from the lake The fox followed her Now he wouldn't be able to harm her ducklings The mother duck looked towards her ducklings and saw that they had reached the lake She was relieved So she stopped and took a deep breath The fox thought that she was tired and he became closer But the mother duck But the mother duck quickly spread her wings and rose up in the air She landed in the middle of the lake She landed in the middle of the lake and her ducklings swam to her The fox stirred in this belief at the mother duck and her ducklings The mother duck had tricked him cleverly Now he could not reach them because they were in the middle of the lake Now we'll read it with a tone with a quick accent with a clear accent with a clear accent to the level of the level so you can read it in the middle of the lake and to the end and to the end and to the end The mother ducklings كانوا في طريقهم إلى مرحة في مرحة في دي أجدهم كانوا مجموعة في حسن، كما في الاصران وقمت ذلك في طريق خلال مجموعة، المرحة في قطة المنصر كانت أجزاء، وقسمت ابتداء، احسن إلى مرحة، هناك مرحة المرحة في قطة المرحة المرحة النصر الأجدهم لماذا نعرف ثم بدأت ترينيًا ونسرعًا ونسرعًا واحدة على المدينة عندما رأيتها، فقد محباً قالت لنفسه يبدو أنها مضحة وستطيع تسرع يمكنني مرحلة ومعها فقد رأيتها المتابعة يتسرعًا يريد مر stab Megan from the lake. The fox followed her. Now she wouldn't be able to harm her ducklings. The mother duck looked towards her ducklings and show that they had reached the lake. She was relieved so she stopped and took a deep breath. The fox thought she was tired and he became closer لكنها قد اتفاقها مرحباً وقامتها في الهواء وقد أدخل في مدينة الجنة والعبادة 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 The fox stirred in disbelief at the mother duck and her ducklings. The mother duck had tricked him cleverly. Now he could not reach them because they were in the middle of the lake. هذه هي فقرة القراءة اللي ممتعة جدا الجدع والممتاز واللي مفتح بيشوف فوائد عظيمة من هذا التمرين. ارجع عيده مرة تانية عشان تستفيد من القراءة والاستماع والكلمات والمصطلحات والنفس والتون. إذا عندك أي سؤال ترك لي بالتعليق ما تنسى اللايك للفيديو وشير دعمه للكم. شكرا تحياتي للكم ما تنسى الاشتراك في قناتنا انجلش والسبيتا لمزيد من الفيديوهات الرائعة جدا إن شاء الله قريبا. تحياتي للكم مهندس أحمد سبيتا باي باي مع السلامة.